يواصل الفرقاء السياسيون في ليبيا منذ سنوات مسيرهم في مضمار الفرص الضائعة والعودة إلى المربع الأول فبعد أجواء التفاؤل التي صاحبت تكوين لجنة 6 زائد 6 من بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة بهدف وضع قوانين الانتخابات تمهيداً لإجرائها قبل نهاية العام الجاري وقبيل توقيع اتفاق اللجنة على تلك القوانين أصدر العشرات من أعضاء مجلسي النواب والدولة بيانين منفصلين يرفضون فيهما مخرجات اللجنة التي يفترض أن قراراتها ملزمة دستورياً ولا تحتاج لموافقة المجلسين البيانان أصدرهما أكثر من 60 عضواً في مجلس النواب وأكثر من 50 من أعضاء مجلس الدولة الأمر الذي قد يعطل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري وعلى الرغم من التحصين الدستوري للجنة وقراراتها إلا أن الانقسام بشأنها ربما يفضي إلى تكرار سيناريو المباحثات والاتفاق السياسي بما ينطوي عليه ذلك من تمديد الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة وهو أمر يراه كثيرون غير مجد وقد يدفع بليبيا إلى الانزلاق مرة أخرى نحو الصراع المسلح والفوضى الأمنية وبالنظر إلى الفشل المتكرر في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية فإن كثيرا من المحللين يرون الأزمة في ليبيا ترتبط أكثر بالتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية ولذلك فإن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يبدو عاجزا عن حسم أي من الملفات الخلافية بين مكونات الطيف السياسي الليبي وبحسب المحللين فإن على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا عدم إغفال دور التدخلات الخارجية في ملفات الصراع السياسي الداخلي في البلاد ولذلك فربما بات ضروريا العمل على وقف التدخلات الخارجية كأولوية قصوى ومن ثم استكمال رعاية حوار ليبي ليبي من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة ويحقق مصالح الشعب ترجمة نانسي قنقر